تتعرفون في درس اليوم على تفاعل أسترة فشر للأحماض الكربوكسيلية يبدأ التفاعل بالحمض الكربوكسيلي أمامكم مثال على حمض كربوكسيلي وفيه سلسلة تحتوي على 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 درات كربون أي أن بادئة اسمه هي هبتان وبما أن هذا حمض كربوكسيلي فسيتم إضافة اللاحقة ويك إلى الإسم ليصبح اسمه حمض الهبتانون ويك في تفاعل أسترة فشر يتفاعل حمض الهبتانون ويك مع الإيثانول وهو عبارة عن سلسلة مكونة من 3 ذرات كربون ومجموعة OH بوجود مادة محفزة أو حفازة ألا وهي حمض الكبريتيك H2SO4 وهو أحد أقوى الأحماض كما تشر صيغته البنائية التي سأرسمها هنا لذرة الكبريت S 6 إلكترونات تكافؤ كذرة الأكسجين تماماً إذ أنها ترتبط برابطة مزدوجة مع ذرة الأكسجين هذه وترتبط أيضاً برابطة مزدوجة مع ذرة أكسجين أخرى بينما ترتبط برابطتين أحاديتين مع مجموعتين OH لاحظوا من خلال الرسم أنها تحتوي كما ذكرنا قبل قليل على 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلكترونات تكافؤ إن ما يجعل حمض الكبريتيك حمضاً قوياً للغاية هو أنه في حال انتزعت إحدى ذرتين الأكسجين إلكتروناً من هذا البروتون H في المحلول سينتج عن ذلك عدة تركيب رانينية سأعيد رسم مجموعتين OH لتوضيح الأمر إذن هذا حمض الكبريتيك وهذا هو جزيء الإيثانول ويبدو بهذا الشكل لاحظوا من خلال هذا الرسم أنه مكون من ذرة كربون مرتبطة بذرة أكسجين مرتبطة بدورها بذرة هايدروجين إن ذرة الأكسجين هذه محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة حمض الكبريتيك مستعد لمنح هذا البروتون في المحلول إذ تنتزع ذرة الأكسجين في رابطة الأكسجين الهايدروجين هذا الإلكترون المبين باللون الأصفر ومن ثم ينتقل إلى هنا بحيث تتشكل لديكم العديد من التركيب الرنينية نتيجة لانتقال الإلكترونات ويلتقط جزيء الإيثانول في الوقت ذاته هذا البروتون أو الآيون الهايدروجيني الموجب أي أن التقاط جزيء الإيثانول للبروتون يتزامن تماماً مع انتزاع ذرة الأكسجين لهذا الإلكترون بالأصفر وينتج عن هذه العملية عدد كبير من جزيئات الإيثانول التي تمت برتنتها أو إضافة بروتون إليها في المحلول وتبدو بهذا الشكل هذه سلسلة ذرات الكربون في الإيثانول وهي مكونة من ذرتين وترتبط إحدى ذرتين الكربون بذرة أكسجين مرتبطة بذرة هايدروجين لاحظوا أن ذرة الأكسجين كانت محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة وقد شكلت بإحدى هذين الزوجين رابطة مع البروتون بالأزرق وأصبحت تحمل شحنة موجبة وحمض الكبريتيك صار يحمل الآن شحنة سالبة هذه ذرة الكبريت موجبة الشحنة وهي مرتبطة مع ذرتين أكسجين برابطتين مزدوجتين وبمجموعة أو إيتش هنا أما ذرة الأكسجين هذه فقد اكتسبت إلكترونا ولهذا صارت تحمل شحنة سالبة ونتيجة لقوة حمض الكبريتيك وقدرته على منح البروتونات أو أيونات الهايدروجين الموجبة في المحلول سيكون هناك العديد من البروتونات التي تحوم في المحلول والتي ستحفز هذا التفاعل إذن تتم أولاً برتنة الإيثانول من قبل حمض الكبريتيك لنتابع سير هذا التفاعل سأعيد رسم حمض الهيبتانونويك هنا لاحظوا أن ذرة الأكسجين محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة لنتعرف على الخطوة التالية من التفاعل نظراً لوجود حمض الكبريتيك يكون وسط المحلول حمضياً للغاية حيث يقوم حمض الكبريتيك بمنح البروتونات إلى جزيء الإيثانول والجزيئات الأخرى بالتالي إما أن تلتقط ذرة الأكسجين هذه بروتوناً من حمض الكبريتيك مباشرة أو من جزيئات الإيثانول التي تمت إضافة بروتون إليها والبروتون كما ذكرنا سابقاً هو آيون الهايدروجين الموجب H+. وعندما يلتقط حمض الهبتانونويك هذا البروتون ستتغير صيغته البنائية لتصبح على النحو الآتي لديكم سلسلة الكربون المكونة من سبع ذرات كربون وترتب الذرة الكربون هذه برابطة مزدوجة مع ذرة الأكسجين وبرابطة أحادية مع مجموعة OH لاحظوا أن ذرة الأكسجين كانت محاطة في البداية بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة وأصبحت الآن محاطة بزوج واحد لأن ذرة الأكسجين قد منحت هذا الإلكترون إلى البروتون الموجود هنا وبما أن ذرة الهايدروجين اكتسبت إلكتروناً فإنها ستتحول من ذرة ذات شحنة موجبة إلى ذرة متعادلة بينما ستحمل ذرة الأكسجين شحنة موجبة بعد أن كانت ساربة الشحنة نتيجة لمنحها هذا الإلكترون انتقلوا إلى القطوة التالية من التفاعل جزيئات الإيثانول في المحلول أصبحت تبدو بهذا الشكل مجموعة OH الموجودة في الرسم أعلى أصبحت تشكل مجموعة مغادرة قوية أما جزيئ الإيثانول فسيمثل هنا المحبل النواة ونتجة لذلك يحدث تفاعل استبدال محبل النواة مع ذرة الكربون الموجودة في مجموعة الكربونيل هذه إذ ينتقل هذا الإلكترون إلى ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل على النحو المبين أمامكم بينما تميل ذرة الأكسجين هذه ذات الشحنة الموجبة إلى التقاط إلكترون لتصبح ذرة متعادلة فتنتزع هذا الإلكترون من ذرة الكربون في نفس الوقت الذي تمنحه فيها ذرة الأكسجين في جزيئ الإيثانول هذا الإلكترون باللون البنفسجي والآن ما شكل الجزيء الناتج بعد حدوث هذا التفاعل انظروا إلى الصيغة البنائية للجزيء الناتج عن هذا التفاعل لاحظوا أنه يحتوي على سلسلة مكونة من 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ذرات كربون وترتب الظرة الكربون هذه مع ذرة الأكسجين العلوية برابطة أحادية بعد أن كانت مزدوجة وذرة الأكسجين كانت محاطة بهذا الزوج من الإلكترونات غير المرتبطة وارتبطت من خلال الزوج الآخر بذرة الهايدروجين أو البروتون الذي التقطته من المحلول وصارت محاطة بزوج آخر من الإلكترونات غير المرتبطة بعد أن استعادت هذا الإلكترون من الرابطة مع ذرة الكربون وبما أنها استعادت إلكتروناً فإنها صارت ذرة متعادلة بعد أن كانت موجبة الشحنة لنتابع رسم بقية الجزيء لديكم هنا مجموعة OH بالإضافة إلى جزء الإيثانول الذي ارتبط بهذا الجزء من خلال ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل وفيه ذرة الأكسجين محاطة بزوج من الإلكترونات غير المرتبطة حيث ارتبطت من خلال الزوج الآخر بذرة الكربون هذه بينما ترتبط من الطرف الأيسر بذرة كربون أخرى مرتبطة بذرة كربون أيضاً وترتبط من الطرف الآخر بذرة هيدروجين على النحو المبين أمامكم تجزر الإشارة إلى أن جميع هذه تفاعلات عكسية وهذا يعني أن التفاعل يحدث في كلا الاتجاهين إذ يشير السهمان المتعاكسان إلى أن هذا تفاعل عكسي أي أن المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في حالة اتزان كيميائي بما أن ذرة الأكسجين هذه منحت إلكتروناً إلى ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل فقد صارت موجبة الشحنة وذرة الأكسجين ذات سانبية كهربائية عالية بالتالي تنتزع الإلكترون من هذا البروتون وتصبح ذرة متعادلة بينما يعود هذا البروتون إلى المحلول مرة أخرى ليلتقطه جزء حمض هبتانونويك آخر أو جزء إيثانول آخر افترضوا أن هذا البروتون قد تم التقاته من قبل جزء إيثانول آخر ليكون ناتج التفاعل على النحو الآتي هذا هو حمض الهبتانونويك سأعيد رسمه هنا وهذا الجزء المرتبط به الذي كان يمثل سابقاً جزء إيثانول لاحظوا أنه فقد بروتوناً كما وضحنا سابقاً ذرة الأكسجين هذه في مجموعة OH محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة وستقوم بالتقات بروتون من إحدى جزءات الإيثانول التي يضيف إليها بروتون أو من حمض الكبريتيك أو من إحدى المركبات الوسيطة في التفاعل وإن حدث ذلك فإن الخطوة التالية من هذا التفاعل العكسي ستكون على النحو الآتي هذه هي السلسلة المكونة من سبع ذرات كربون إذ كما ذكرنا سابقاً أنها ترتبط عند ذرة الكربون رقم سبعة برابطة أحادية مع ذرة أكسجين وترتبط من الطرف الآخر برابطة أحادية مع مجموعة OH بينما ترتبط عند هذا الطرف بذرة أكسجين مرتبطة بذرتين كربون على النحو المبين أمامكم لاحظوا أيضاً أن ذرة الكربون هذه ترتبط أيضاً بذرة أكسجين محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة ذرة الأكسجين في مجموعة OH التقطت بروتوناً ومنحت إلكتروناً لهذا البروتون لذلك أصبحت تحمل شحنة موجبة ولديها زوج من الإلكترونات غير المرتبطة وبما أن ذرة الهيدروجين هذه قد اختسبت إلكتروناً فإنها أصبحت الآن ذرة متعادلة إن ذرة الأكسجين هذه جعلت من مجموعة OH مجموعة مغادرة قوية وقد تقوم إحدى جزيئات الإيثانول أو إحدى المركبات الوسيطة في هذا التفاعل بمنح إلكترون إلى هذا البروتون هذا جزيئ الإيثانول وقد انتزع هذا البروتون فاستعادت ذرة الأكسجين هذه إلكتروناً من البروتون ومنحته لذرة الكربون التي كانت تمثل ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل في الخطوات السابقة وبما أن ذرة الكربون هذه قد اكتسبت إلكتروناً فإن بإمكانها إرجاع هذا الإلكترون إلى ذرة الأكسجين الموجودة فيما كانت تمثل من قبل مجموعة OH أرسمونا تشحركة الإلكترونات على النحو الآتي هذه السلسلة المكونة من سبع ذرات كربون ولكن لاحظوا أن ذرة الكربون ترتبط من جديد بذرة الأكسجين هذه برابطة مزدوجة وهذه هي الرابطة الجديدة الأخرى التي تتشكلت بين ذرتين الكربون والأكسجين باللون البنفسجي أما مجموعة OH المرتبطة بذرة الهايدروجين هذه فقد شكلت جزيء ماء غادر الجزيء أما الجزيء الذي كان يمثل جزيء الإيثانول فقد ارتبط بجزيء من خلال ذرة الكربون هذه وقد فقد في القطوات السابقة ذرة هايدروجين وهو محدد هنا باللون البنفسجي يعرف هذا التفاعل ككل بتفاعل أسترة فشر وسمي بهذا الاسم نسبة إلى العالم فشر الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء العضوية عام 1902 يعود سبب تسمية هذا التفاعل بالأسترة إلى أنه يبدأ بحمض كربوكسيلي وهو هنا حمض الهيبتانونويك وينتهي بالأستر الحمض الكربوكسيلي يحتوي هنا على مجموعة OH أما الإستر فيحتوي على مجموعة OR أي ذرة أكسجين مرتبطة بمجموعة الكيل لتسمية هذا الإستر ابدأوا بالمجموعة المرتبطة بذرة الأكسجين هذه لاحظوا أن ذرة الأكسجين هذه ترتبط بذرتين كربون أي أن هذه مجموعة إيثيل أما بقية هذا الجزيء فهي كما ذكرنا سابقا سلسلة مكونة من سبع ذرات كربون ومن ضمنها ذرة الكربون الموجودة في مجموعة الكربونيل أي أنها هبتان لاحظوا أن هذا الجزيء لم يعد يمثل حمض كربوكسيلي أي أن اسمه ليس حمض الهيبتانونويك إنه إستر بالتالي اسمه هبتانونوات واللاحق وات هي التي تشير إلى أن هذا الجزيء هو إستر بينما تشير كلمة إيثيل إلى المجموعة الوظيفية المرتبطة بالطرف الآخر من ذرة الأكسجين في هذا الأستر أما البادئة هبت فتشير إلى عدد ذرات الكربون في السلسلة واسم هذا الأستر ككل هو إيثيل الهيبتانونوات تعرفتم إذن على تفاعل أسترة فشر والذي يتحول فيه الحمض الكربوكسيلي إلى إستر حيث تحول حمض الهيبتانونويك في المثال الذي تناول له إلى إيثيل الهيبتانونوات وبهذا نصل إلى ختام الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر